سيدي السؤال سؤال جدا مهم هذا الرجل مع أنه حفيد لأحد قتلة سيد شباب أهل الجنة إمامنا الحسين عليه السلام واقترب كثيرا من الهدى بحيث نستطيع أن نعبر عنه أنه وصل إلى منتصف طريق التشيع ليش وقف هناك؟ ليش ما كمل الطريق؟ لما لم يهتدي تماما ويصبح شيعيا جلدا رافضيا خالصا وينجي نفسه؟ ما هي الدواعي أو الأسباب التي يمكن أن نتصورها في هذه الجلسة لتوقف هذه الشخصية عند منتصف الطريق رجل في الشيعة ورجل في البكرية ليش؟ هذا التذبذب وهذا التقلقل بحسب بحثنا هناك ثلاثة أسباب متصورة أو عوامل لهذا الشيء حتى نعظ أنفسنا ونهتم جيدا العامل الأول أن الرجل لم يكن ملتزما دينيا تماما الالتزام كان يطلق العنان لشهواته ويبرر أو يحاول استجداء تبرير شرعي لها وإن كان باطلا ترى هذه مصيبة أعظم مرة واحد يسير وراء شهواته المحرمة فيرتكب الحرام لكن إذا سئل هذا حلال أم حرام يقول لا والله هو حرام بس أنا ما أقدر أمنع نفسي مثلا أنا ضعيف الشخصية أمام الشيطان أنا ضعيف أمام شهواتي ضعيف هذا أهوان أحسنتم أهوان من ذاك اللي تجي تسئلة تقول ليش فعلت هذا المنكر لما ارتكبت هذا الحرام يقول لا من يقول حرام هذا حلال ودليلي كذا وهو يعلم أن هذا الدليل باطل وإنما هو أمر يتعلل به ويتذرع به هذا الرجل شريك كان مبتلا بهذا الأمر بحب نبيذ وكان مدمن نبيذ مثل عمر مدمن نبيذ كان إلى درجة ينقلون في أحواله لو عدنا إلى تاريخ بغداد المجلد التاسع الصفحة 293 يروي الخطيب أنه كان شريك القاضي لا يجلس يعني لا يجلس مجلس القضاء لا يجلس حتى يتغدى ويشرب أربعة أرطال نبيذ أربعة أرطال يشرب نبيذ متى حلال قعدة المجلس القضاء يقضي بين الناس تخيل قاضي المسلمين هذا قاضي المسلمين لازم يطقل لازم شنو أربعة أرطال نبيذ لا وشوف اللطيف ثم يأتي المسجد فيصلي ركعتين من وراها ثم يخرج رقعة من قمطره فينظر فيها ثم يدعو بالخصوم يلا تعالوا شنو القضية الأولى خلي نفصل بينكم ركعتين بنكهة الأربعة أرطال نبيذ إلى أن يقول يروي في الخبر التالي ما حجتك يا شريك ما حجتك في أن النبيذ حلال يقول حدثنا أبو إسحاق عن عمر بن ميمون الأودي عن عمر بن الخطاب قال إنا نأكل من لحوم هذه الإبل ونشرب عليها من النبيذ ليقطعها في أجوافنا وبطوننا هذه حجته لما سؤل أنه شلون أنت تستحل هذا النبيذ قال سيرة عمر بن الخطاب كأنه عمر بن الخطاب هو النبي كأنه هو الحجة علينا شلون كلام هذا ما هو عمر بن الخطاب كان فاسق مثل ما أنت فاسق نفس الشيء مر عمر كان معه قربة في سفر فجاء شخص وشرب منها قضية معروفة فسكر سكر قال عمر اخذوه جلدو الحد قال إنما شربت من قربتك قال إنما أجلدك لسكرك لا لشربك أنت المفروض تشرب شوية مو تكثرها حتى تسكر وتفضحنا شرب لك شوية اعتدل انضبط أنا مو لشربك أنا لسكرك أنا أشرب باعتدال يعني أنا أشرب بانتظام وباعتدال بشكل يعني معقول شوية صير مثلي هذا الذي يقوله عمر القربة قربته زين وين راح المبدأ الإسلامي المعروف ما أسكر كثيره فقليله حرام وين راح هذا عند عمر ماكو هالمبادئ عند عمر سوي ما يحلو لك شريعة عمرية غير الشريعة المحمدية عند عمر أحكام عجيبة وغريبة الصلاة تسقط عنك لا تصل إن شاء الله شهر كامل إذا لم تجد ماء أنت يمم ماكو عند عمر هذا الحشي ماكو طلاق بدعي يمشي وغيره 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 من بدع عمر التي لا حصر لها شريك من واقع ما نعرفه من نفسيته وشخصيته لا محالة يعلم أن هذه العلة وهذه الذريعة غير مقبولة عند الله أن يتذرع بما كان من سيرة عمر مية بالمية يعرف ويعرف موقف أئمة أهل البيت عليهم والسلام من شرب النبيذ يعرفه جيدا ولكنه لا يستطيع أن يكبح جماح شهواته الدنيئة ما يعرف يقضي بين الناس إلا يكرع له أربعة أرطال من النبيذ ما يعرف يصلي إلا بهذا ماكو الحشي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة عند هؤلاء يمشي الحال يمكن هذا من هل قد مدمن حتى الأربعة أرطال ما توصله إلى إلى السكر ترجمة نانسي قنقر